روسيا تعلم ماذا يعني الفراغ الذي تتركه الآن هي إن رفعت اليد عن إيران لحظ من الذي أقنع القيادة الإيرانية بألا تنسحبه من المفاوضات فيما تعلق ملف النووي الإيران كان الرئيس بوتين بشكل مباشر وكانت النصيحة عبر وزير خارجيته بأنه لا تنسحبه حتى تبقى الملامة على الجانب الأمريكي الآن صديقه عائد يعني صديقه بصريحة الهبارة نقول لأنه ليس خفيا الآن يطرح حتى في الحملات الانتخابية المضادة بين هارس وبين ترامب هذه المسألة ولا يعني لا يخفي الأمر الرئيس ترامب بأنه على اتصال ربما مع بوتين الموضوع عندما يتحدث في هذه المسألة يقول سأنهي الحرب في أوكرانيا مع روسيا وسأعمل على تهدئة الأمور في الشرق الأوسط الآن هل من مصلحة إيران أن روسيا أن تضع نفسها حماية الإيران لا تفعل ذلك مع العراق بريما كوف تذكر عندما أتى تذكر لا تذكر شخصيا قرأت عنه لفارق العمر لكن أذكر هذه الأيام أتى بريما كوف ورسالة والقيادة العراقية في ذلك الحين طارق عزيز وكل كانت هناك جدية البعض أعتقد بأن روسيا أو الاتحاد سوفيتي في ذلك الحين سيضع ثقله لم يفعل ذلك الساحة الوحيدة التي رهن فيها بوتين كرامته الشخصية وقوته العسكرية كانت سوريا لعدم إسقاط نظام الأسد الآن لاحظ كيف يتصارف النظام السوري سوريا الآن يبدو أن تستمع لنصائح دول عربية معتدلة منذ بدأت قضية غزة حماس وبعد ذلك حزب الله هناك نوع من النأي بالنفس تقوم بها سوريا هل تقوم بذلك دون تنصيق مع روسيا؟ قطعا لا فهذا الأمر كله يتجه باتجاه الترتبات الخاصة بالشرق الأوسط لا تنظيمات لأن جميعها خارج على القانون جميعها إرهابية نريد دولتين معناها التفاهم مع دول وليس مع تنظيمات اشتركوا في القناة